وخليني أختم معاكم تساؤل هو أنا ليه بحطار كتير وبطلخبط كتير رغم أن أنا عارف الصحة والغلط كويس قوي المعرفة مش كافية يا جماعة جنب المعرفة محتاج الإنسان يعرف ثلاث أنواع من الخلاصات لأن ساعات البني أدم بيبقى عنده معلومات عامة في الحياة لكن أول ما يتحطف مشهد محير بيحتاج لخلاصات قدام عينيه في نقاط واضحة يعرف يتصرف إزاي ويمكن كلمة خلاصة دي بطل من أبطال برنامج حائر لما رجعنا للسنة لإننا نسدنا النبي عليه الصلاة والسلام علشان يعلم الناس اللي حاوليه ويسيبننا الميراث الغني ده من العلم ساب لنا خلاصات كتيرة أو ثلاث أنواع من الخلاصات لما بتعرفها حرتك بتروح لقينا أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ساعات يشوف واحد حيران فيديله خلاصة مفسدات العمل يعني إيه؟ سيدنا حذيفة بن اليمان كان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر حتى لا أقع فيه فكانوا يأتون إلى النبي فيقولون يا رسول الله ماذا لنا عند الله إن فعلنا وكذا وكذا وكنت أقول يا رسول الله ماذا يفسد كذا وكذا فلما رأاني حريصا خصني بهذا العلم علم إيه؟ علم المفسدات أنت عارف فيه مواضيع كتير ما حيرك لو عرفت خلاصة تصرفتك الغلط هتلاقي الدنيا مشير يعني ياما موظفين كتير مش عارفين يشتغلوا ولا ياخدوا وضعوهم في الشركة عارف ليه؟ وهو مخلص جدا عنده شوية غلطات موقعا من نظر المدير ومخال ليه ملوش مقام عند زميله ومش عارف يحقق اللي مش عارف التارجت اللي مطلوب منه تعارف لو عارف خلاصة غلطاته؟ في رجالة بتخسر بيوتها تقول لي وانا والله كويس وبشتغل وبصرف على البيت شوية غلطات بتتعامل مع الزوجة والعيال لو عارف الغلطات دي حرته اللي مش بتميمه الليل هو أنا بيتي بيتضمر ليه؟ هقول لك شوية غلطات كده لو خدت بلك منها بس تبقى خلاصة خلاصة مفسدات الأعمال حط الكلام ده بقى في الصلاة في الخشوع حط الكلام ده في المعاملة في أي جانب من جوانب الحياة؟ هتلاقيني كده فحلقات قلت لك الغلطة عندك في الحتة لي واحد اتنين ثلاثة خلاصات مفسدات الأعمال بالمناسبة خلاصات مفسدات الأعمال ربنا سماها في القرآن الحكمة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وصى الناس بكبائر يسيبوها ما يعملوهاش هتضيع عليهم دنيتهم وآخرتهم قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة من الحكمة تسيب الغلطات دي فلاقينا في السنة والقرآن أحد علوم الخلاصات ألا وهي خلاصة مفسدات الأعمال صدقني لو تعلمتها دي وإن شاء الله مع بعض في حائر هقولها لك هتلاقي مواضيع كتير أنت حيران فيها إن شاء الله يعني إيه عدت وبلاك ارتاح من ضمن الخلاصات لو أنت بتسأل وأنا بحطر لي وأنا عارف الصحة والغلط خلاصات جوائز الأعمال في بعض الأعمال اللي أنت نفسك تعملها مش عايف تعملها عندك ذنب مش عايف تتوب منه والتوب وترجع وتبكي وبعدين ترجع له تاني ويسيطر عليك والتوب فأنت حيران مش عايف تعمله هلو ما كتوب عليها الذنب ده مثلا فأنت لما تعرف جايزت ترك الذنب ده ومن أجمل ما فعله رسول الله طبعا في القرآن إن ساعات كان سيد النبي يلخص جوائز أفعال معينة أو جوائز ترك الذنوب معينة هجمعها لك قدام يعنيك مرة واحدة كده بعض الأفعال الصالحة وبعض الذنوب المهلكة هديك فيها خلاصات الجوائز في الدنيا وفي الآخرة لو سبت الموضوع ده يحصلك واحد اثنين ثلاثة اربعة وتحفظ وراي في الدنيا وفي الآخرة ولو عملت الطاعة دي يحصلك واحد اثنين ثلاثة اربعة وتحفظ وراي صدقني لو جمعتهم قدام يعنيك هتلاقي نفسك عندك إقبال لأنك خلاص بقى عندك رغبة وبقى عندك قدرة بسبب الهمة اللي اتمالت جواك بس الأول تحفظ خلاصة جوائز الأعمال عندك خلاصة لمفسدات الأعمال وخلاصة جوائز الأعمال يبقى أهم خلاصة أنا عارف أن أنت بتدور عليها اللي هتخليك لو محتار في حاجة مش عارف تعملها تساعدك وهي خلاصة الكيفية كام واحد جيل سيدنا النبي وقال له يا رسول الله أي الأعمال أفضل قول لي كده لو عايز أقرب لربنا وخش الجنة من غير حساب قول لي واحد اثنين ثلاثة أعمل إيه كام واحد جيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له قسوة قلبه وقال له رسول الله أعمل إيه لو قلبي آسي فقال له واحد اثنين ثلاثة خلاصة الكيفية ودي من أغلى ما يحتاجه الناس فانت لو دخلت معانا عالم حائر إن شاء الله بإذن الله هتاخد مني في بعض الحلقات خلاصات مفسدات الأعمال اللي تخليك تقطع حرتك وتعرف الطريق عامل إزاي لما بطل الحاجات دي وخلاصات لجوائز الأعمال تقطع حرتك وتعرف إن أنا أستاهل إن أنا أعمل المواضيع دي أو أتجنب الذنوب دي وخلاصات الكيفية اللي تقولك تعرف تتحرك إزاي بخطوات عملية واضحة وإحنا ما نشغل ربنا سبحانه وتعالى في بداية رمضان نطلب منه الإذن إن إحنا ندخل كده عالم حائر وإحنا حيرانين ونطلع وإحنا بلنا مرتاح وشايفين طريقنا صح واضح بعون الله سبحانه وتعالى